موسيقى دكتور تذكر لما مرة حولتني على صفوريه؟ اي اي تنذكر وما تنعاد اي والله يا دكتور كان واقع طيب كتير مع الاخوة هونيك بيومها اعتنقوا كل المجانين الاسلام بس كان في واحد هونيك نغص عيشتي دكتور ليش بقى؟ رفض يعتنق الاسلام وشو عملته معه؟ حطينا عليه جزية ولك معقولة؟ حتى بالعصفوية بتحط جزية عالناس؟ بصراحة الجزية لا تجوز على المجانين بس تبين لي انه الزلمة اصحى مني واعقله براسه فحكمنا عليه بالجزية ايه ودفع جزية؟ لا ما كان معه دكتور وشو عملته؟ عملنا له اللازم تمينا نضرف فيه كل يوم مشان يدفع بس كان يقول بموت على جنوني وما بدفع ولا بخليه كنت اسلموني فعلا طلع الزلمة صاحي وبيفهم بس ما فهمنا ليش جزية بالعصفورية؟ ليش حضرتك بتقدم خدمات اضافية للمجانين؟ لا مو هيك دكتور المكان اللي بنكون فيه نحن المسلمين اغلبية هو دار الاسلام يعني حتى بالسجون بنعمل نفس الشيء كمان بالسجون؟ وشو يعني دار الاسلام؟ يعني الارض اللي بتسري فيها شرائع الاسلام ومن شرائع الاسلام اخذ الجزية من الكفار عن يد وهم صغرون يعني اذلاء مهانون واذا صرتوا اغلبية بالغرب لا سمح الله كش بره وبعيد راح تعملوا نفس الشيء؟ ايه نعم دكتور بس تبلش اعدادنا تتعدل 20% بنبلش نطالب بحقوقنا المسلوبة شو هالسفاهة وهالوقاحة؟ الغرب عم يسلبك حقوقها؟ ايه دكتور ليش هيك مستغرب؟ كيف عم يسلبك؟ مسموح لي بالغرب مارس الشريعة واخذ منها الجزية يا دكتور؟ لا معناتها انا ممنوع من مزاولة شعائر الدينية يا اخي ايوة اذا ما عطوك حقوقك الدينية شو بتاعنا؟ نحاول بالتي هي احسن مطالبات مظاهرات اعتراضات واذا ما نفع؟ اذا ما نفع من طالب بحكم ذاتي دكتور ونحاول ناخد اطعم من البلد نعيش فيها بكرامة؟ يعني بتحتلوا قسم من البلد مثل ما عملتوا بالبوزنا وكوزوفو وقبرص وعم تعملوا بالفلبين ونيجيريا وغيرها؟ ايه هيك شي دكتور؟ لانه المسلم ما بيصير يضل تحت حكم الكافر ولا بشكل من الاشكال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه انا شايف انه الاسلام والمسلمين والبلاد الاسلامية فيه الاسفل سيد اسلام وهيك المقولة لازم تكون الاسلام يعلى ولا يعلو استغفر الله العظيم يا اخي شو هذا؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة